المسلم يخاف على نفسه من الشرك كيف يخاف من الشرك بدراسة التوحيد بدراسة الشرك حتى لا يقع فيه حتى يحذر منه بالبعد عن المشركين لأن المسلم لا بد أن يبتعد عن المشركين لا يسكم معهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام بيده ومع هذا كان يخاف على نفسه من الشرك فنحن من باب أولى فنحن من المشركين لا يسكم معهم موسيقى موسيقى